أهلا بحضراتكم من جديد وفقرتنا الرئيسية في التاسعة تدعيات ونتائج تغير خارطة الحكم في العالم على مدار الفترة اللي فات تبعنا موسم الانتخابات سواء في إيران وصعود الإصلاحيين وسواء في أوروبا وصعود اليمين القومي ما عاد طبعا بريطانيا التي سلمت من هذا الأمر وصعد فيها اليسار الوسط تأثير ما حدث على الأوضاع في الشرق الأوسط ونتائجه الاقتصادية هذا موضوع فقرتنا الرئيسية اللي بسعدني يكون فيها معايا ضيفين عزيزين الدكتور من اليمين الدكتور هاني سليمان خبير أشاء الإيراني وضيفنا الدائم والعزيز الدكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية أهلا بحضراتكم معنا يا فاندم ونبدأ من الإصلاحيين وصعود الإصلاحيين في إيران وتدعيات ده على المنطقة والخريطة حكم العالم ونتائج الاقتصادية في البداية تحياتي لحضرتك وكل سادة المشاهدين الكرام بالتأكيد يعني يظل الملف الإيراني أحد أهم الملفات اللي لها تأثير على السياسات الخارجية لإيران وبالتبعية مرتبط بها العديد من الملفات ويمكن جاءت الانتخابات الرئيسية الإيرانية بسبب الظرف الاستثنائي من وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أحدثت نوع من الارتباك النسبي داخل أروقة النظام السياسي الإيراني لكن سرعان ما تعامل معها بقدر من الاستعجال لمحاولة العبور على هذه المرحلة الانتقالية وتم إجراء الانتخابات في فترة ربما لما تتجاوز الخمسين يوم الدستورية وشاهدنا أن كان هناك مفاجآت بصعود بزشكيان لجولة الأدى وحدث ما حدث بتأكيد أن صعود مسعود بزشكيان وتوليه لرئاسة الجمهورية الإيرانية أنا شايف أن هذا تطور مهم جدا ومفاجئ بالمناسبة خاصة أن كل التوقعات كانت تصب في مصلحة الأصوليين سواء محمد بكر قليباف أو جليلي على اعتبار أن النظام الإيراني في المرحلة حساسة ويريد عمل نوع من التناغم والتصاق السياسة الخارجية الإيرانية لمواجهة العديد من الملفات المشتعلة لكن جاء فوز بزشكيان ليعطي بصيص من الأمل للإصلاحيين اللي كانوا ربما متخوفين من غلق المجال العام وبعض الاعتبارات الأخرى لكن جاءت فرصة كبيرة للإصلاحيين اللي عودة للمشهد لضبط إقاع السياسة الخارجية الإيرانية لأن مسعود بزشكيان أصدر نوع من بعض رسائل التي تؤكد على نوع من التهدئة فتح الحوار مع الدول الغربية وتحدثها وقال أننا نمد يد الصداقة للجميع وأعتقد أن يمكن دي في بدايتها جملة من الرسائل الإيجابية للغاية واللي بتعطي مساحة وتوقعات أن يكون هناك نوع من التهدئة وخاصة أن بعض الدول وموقفها بانتصار بزشكيان كان هناك ترحيب من بعض الدول مثل فرنسا المملكة العربية السعودية وغيرها من دول العالم التي توحي بقدر من التهدئة وتهيئة الأجواء لمرحلة جديدة لكن خلينا أقول أننا لا نريد الإفراد في التوقعات خاصة أن منصب رئيس الجمهورية الإيرانية منصب مهم وهو العديد من الصلاحيات لكن قد يصطدم أحيانا بنفوذ المرشد الأعلى اللي هو لما كانت قدسية دينية سياسية علاوة على الدور الذي يمارسه الحرص الثوري الإيراني في ضبط السياسة الخارجية اللي هو بتشتبك مع مسألة تصدير الثورة ودعم الملشيات الموجودة في الخارج وبالتالي السؤال هل سيستطيع بزشكيان أن يخلق خط من المناورة والمروغة واتخاذ وجهة نظر أحدية يستطيع بها الخروج من هذا المأزك وتبني معادلة يستطيع بها حل بعض الملفات مثل الاتفاق النووي الإيراني التصايد مع الغرب فك هذه الاشتباكات المختلفة وخاصة التصايد في البحر الأحمر والحسين وغيرها من الملفات المتعلقة أم سيواجه بي صدام من الأصولين المرشد والحرس الثوري أعتقد أن هي بزشكيان في مستهل مهمة صعبة لكن هو يتلقى العديد من الدعم وده كان العنصر الحاسم بالمناسبة في الانتخابات من الرئيس محمد ختمي والرئيس روحاني ومحمد جواد الزريف وبالتالي أنا شايف أن يمكن هناك ضغط ومحاولة اتخاذ سياسة خارجية وبعض السياسات الداخلية لمحاولة ربما إصلاح بعض الملفات اللي هي قد تفضي إلى مزيد من التصايد وأنا شايف أن ده في مصلحة إيران أولا ثم في مصلحة المنطقة هنرجع نشوف سليب الضغط جاملين وكيف سيتعامل مع الأمور التي أشرت لها دكتور هاني في خارج الحدود الإيرانية الأمر لا يختلف كثيرا أو ربما على الجانب الآخر من العالم أوروبا وربما دكتور هاني أشار أن في بعض الدول الأوروبية رحبت بصعود الإصلاحيين في إيران لكن كان عندنا انتخابات في أوروبا وصعود اليمين القومي يعني كيف يؤثر هذا الأمر إذا وضعناه في نفس المعادلة مع صعود الإصلاحيين في إيران طبعا يعني صعود اليمين المتطرف في أوروبا هو ليس بجديد وليس مفاجلا ولكن كان هناك بوادر كبيرة في الفترات السابقة تدل على أن النزع القومية الداخلية للكثير من الدول بدأت تزداد بشكل كبير خاصة مع صعود جورجيا ملوني في إيطاليا تحديدا وقان قبلها فيكتور أوربان لابد أن نربط صعود اليمين المتطرف بشكل كبير بعد حالة من عدم الاستقرار السياسي سواء في ألمانيا أو في فرنسا لأن هذه الخطوات جعلت اليمين المتطرف يبقى قابة قوسين أو أدنى من السيطرة على مقاليد الحكم في الكثير من الدول الأوروبية في ظل أن تداعيات سعود اليمين المتطرف ستؤدي قولا وحدا إلى تفاكق الاتحاد الأوروبي لأن أغلب هذه الحكومات لديها علاقات قوية مع الرئيس الروسي والدولة الروسية وده اللي ظهر من الزيارة الأخيرة لرئيس وزراء المجر فيكتور أوربان ولقاءه بالرئيس الروسي كدلالة قاطعة على أن هناك حالة من الغضب المتزايد في الداخل الأوروبي تجاه هذه الزيارة وأيضا سعود اليمين المتطرف بهذا الشكل وبهذه الطريقة خاصة أننا الآن أمام مرحلة مفصلية أيضا في تاريخ فرنسا باعتبار أننا في جولة الإعادة هذا سيؤدي إلى سعود اليمين المتطرف خاصة أن اليمين المتطرف لم يكن كما هو في السابق ولكن بدأ يغير برامجه الانتخابية بشكل كبير لتتصق وتتوافق مع رؤية الناخب الأوروبي بشكل عام ورؤية الناخب الفرنسي تحديدا وده اللي ظهر بعد تخلي يعني حزب الجبهة الديمقراطية أو حزب الجبهة الفرنسية الخاصة باليمين المتطرف وسعود بردلة لرئاسة هذه الجبهة وقام بتغيير الكثير من المواقف الداخلية في الداخل الفرنسي مما جعله يحصل في الجولة الأولى على 34% وده رقم كبير جدا بالإضافة أيضا إلى صعود اليمين المتطرف في انتخابات الاتحاد الأوروبي احنا بنتحدث عن 720 نائف الاتحاد الأوروبي بدأ يعني المناصب العليا بدأ يتم تسكنها ولم ينجح اليمين المتطرف في الوصول إلى هذه المناصب ولكنه بدأ يظهر وبقوة داخل هذه المؤسسات مما سينعكس بشكل كبير على مجمل الأوضاع وعلى السياسة الداخلية لهذه الدول وأيضا على الأوضاع العامة فيما يخص الحرب الروسية الأوكرونية التدعيات الاقتصادية الكارثية التي حدثت بشكل كبير جدا في الداخل قضية الهجرة وقضية اللاجئين باعتبارها من أخطر القضايا التي تهدد وحدة الاتحاد الأوروبي وهذه النقاط الرئيسية جميعها يصب في مرحلة أن الاتحاد الأوروبي سيدخل في مواجهة مباشرة فيما بينهم ولكن أن تتخيل أن إيطاليا رفضت استقبال بعض الصفن الخاصة باللاجئين واتجهت بها إلى فرنسا مما جعل هناك حالة من الشد والجذب بين الطرفين والغاء زيارة مهمة لوزير الخارجية الفرنسي في هذا التوقيت مما يدل على أن هناك واقع جديد يتم سياقضه داخل أوروبا الخارجية فعلا بتتغير بتتغير وبشكل قوي تأثيرها المباشرة على المنطقة لو تحدثنا تحديدا عن إيران حضرتك قلت لي فيه ضغوط ستمارس لتنفيذ ما أعلن عنه الرئيس الإيراني الجديد فيما يتعلق بالانفتاح على المنطقة العربية وأيضا الغرب في مقدمتها أمريكا المنطقة هنا بتنظر إلى ما يهمها وإن كانت الخطوط كلها متشابكة لكن في بعض الأمور التي تأتي في نطاق ضيق من مصلحة المنطقة نعم بالتأكيد هناك ربط بين الملفات مسألة الانفصال دي غير موجودة هناك تشابك وارتباط بالأحداث الأوكلمية والعالمية وخليني قبل ما أجاوب انفصال الموضوعات مش انفصال الاتحاد الأوروبية لا بالتأكيد انفصال الموضوعات يعني أضيف لكلام دكتور حامد طبعا لمسألة جيمس روزناو المفكر تحدث عن ما يسميه عصر الاضطراب العالمي أن يمكن العلاقات الدولية والنظام الدولي أصبح يشهد نوع من حالة الاضطراب في العلاقات الدولية والتداخل والتشابك في العديد من الملفات بشكل أكثر تصارعا وتداخلا عما كان عليه في مراحل تاريخية سابقة حتى وإن كانت أكثر عنفا ولكن مسألة التصارع ومسألة التداخل والتشابك وسرعة الوثيرة أصبحت ملحة فيما تعلق بالعلاقات الدولية الحالية وده بيؤكده المفكر زيجمان تباوما عندما تحدثه قال العلاقات الدولية السائلة أن لا يوجد قوالب واضحة أو جامدة لفترات طويلة هناك تغيرات سريعة وده اللي واضح من جملة المشهد الأوروبي واللي حاصل أيضا دلوقت فيه العلاقات الإيرانية والتغيرات حتى في المشهد الإيراني وإن أضحى هناك نوع من المشكلات التي يطلق عليها مجتمع المخاطر العالمي ليست مسألة الحروب التقليدية فقط هي الموجودة ولكن عديد من التحديات والأزمات المختلفة ده يمكن أن نسحبه على جميع الملفات والمشهد العالمي الموجود حاليا والتحول في النظام العالمي الموجود وبالتالي علاقة ده إيه بإيران والمشهد في داخل أوروبي أنا شايف أن يمكن إحنا مقدمين على تحولات وتغيرات الداخل الإيراني وانتخاب مسعود بزشكيان أنا شايف أنه سيحرك الماء الراكد وبصرف النظر عن جملة التفاؤل المبالغ فيه أو حالة ربما عدم ضبط التوقعات أو التشاؤم هناك مساحة يمكن التحرك فيها من أن سيكون هناك مساحة للتغير في السياسة الخارجية الإيرانية منطلقها لنيمكن مسعود بزشكيان يريد أن يعالج المسألة الاقتصادية في الداخل والمفتاح الخاص بهذه المسألة هو رفع العقوبات الأمريكية والعقوبات المفروضة على إيران من خلال محاولة التفاوض مرة أخرى فيما يتعلق بمسألة الملف النووي الإيراني وده قد يعيد نوع من العلاقة القوية ما بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الزرية واللي هو ينسحب أيضا على جملة العلاقات الغربية والأمريكية وده قد يؤدي إلى مزيد من التفاهمات والتهداء على أكثر من ملف منهم الملف المتعلق بالبحر الأحمر والتصايد الحوسي لأن معروف حتى وإن نفت إيران مرارا وتكرارا ولكن معروف حجم الدعم الإيراني للعمليات الدعم اللوجستي أو الدعم العسكري للحوسيين وده اللي أثر على سبيل المثال على الدولة المصرية وعلى حركة التجارة والعديد من الملفات أيضا جملة من ملفات أخرى متعلقة ليست فقط بالتصايد في البحر الأحمر أو غيره ولكن متعلقة بملفات خاصة بدول الجوار وخط التهداء مع دول الخليج والمملكة العربية السعودية وأيضا العلاقة المرتبكة ما بين إيران والجانب الإسرائيلي واللي حاولت الولايات المتحدة الأمريكية أن تضعها في مربع محدود ويمكن السيطرة كل ده سيتغير طب سريعا بالمطلع لفاصل عشان من باب العدل وإننا نسمع من الحضرات تعليقا على ما يذكره الدكتور هاني سليمين فيما يتعلق به إذا استطاع بزيشكيان تنفيذ ما يتعلق في خطته الرئاسية بالانفتاح على الغرب كيف سيتعامل مع اليمين الأوروبي؟ اليمين الأوروبي أصبح معضلة لأوروبيين نفسهم قبل أن يكون معضلة لإيران لأن الأوضاع في الداخل ماذا لو حدث ونجح باردللا أو فيكتور أوروبيين أو غيره من القوى السياسية القبرى في الضغط على الاتحاد الأوروبي بشكل كبير خاصة أنه غدا هو جولة الإعادة بالنسبة لفرنسا وماذا إذا نجح باردللا في الحصول على الأغلبية المطلقة وكان من حقه تشكيل هذه الحكومة وأصبح رئيسا لوزراء فرنسا ده اندل على شيء هيدل على صراع ما بين السلطات داخل فرنسا بشكل كبير جدا ويؤثر بشكل قاطع على الدولة الفرنسية في ظل أن هناك صخط كبير جدا على الرئيس الفرنسي أنا بدي مثال للانتخابات الفرنسية باعتبارها هي الحدث الجلل الآن والحدث الصعب على خاصة أن من المفترض أن يستمر مقرون في رئاسة فرنسا لـ 2027 وستكون هناك حكومة يمينية متطرفة ستكون الشوكة في ظهر مقرون والرئاسة الفرنسية وده يؤدي قولا واحدا إلى الكثير من المشكلات خاصة أن الأزمة الروسية الأوكرانية أصرت بشكل كبير جدا على أوروبا لأن فيه أكتر من 7.9 مليون لاجئ أوكراني داخل أوروبا فيه الكثير من المواقف الغير منساجمة في الأهداف الأوروبية الواضحة لكيفية تنفيذ سياسات الاتحاد الأوروبي كل دولة الآن أصبحت النزعة هي نزعة قومية يعني إخوان إيطاليا وجورج ياملوني قالت بالحرف الواحد أن إيطاليا أولا ولولا أنها تحصل على الكثير من الامتيازات الكبيرة جدا من الاتحاد الأوروبي كانت قد انفصلت عن وكان هناك رغبات متزايدة ولكن هي تراجعت بعد ذلك بشكل واضح في هذه السياسات لأن هناك اتصالات اقتصادية قوية مع الاتحاد الأوروبي والحصول على الكثير من المزايا أيضا في المجر عندما يغضب الأوروبيين بهذا الشات لنتيجة هذه الزيارة ده دليل قطع على عدم قدرة الاتحاد الأوروبي في الفترة القادمة لتوقيع عقوبات اقتصادية على روسيا لأنه لن يكون هناك إجماع أوروبي على هذه العقوبات باعتبار أيضا أن أوروبا كانت تعيش رفاهيتها بشكل عام على الغاز الروسي الرخيص كانت بتحصل على الغاز الروسي بأزهد الأسمان والآن تحصل عليه نتحدث عن أربع أضعاف سعره من الولايات المتحدة الأمريكية وده أدى بشكل كبير إلى زيادة في حجم التضخم أزمة اقتصادية غير عادية زيادة أسعار الطاقة الكثير من الأزمات المركبة في الداخل نتيجة أن هناك حالة من الانقسام الحد بين اللاجئين والمهاجرين اللي زادوا عددهم بشكل كبير جدا في داخل هذه الدول وبين أصحاب الدولة الرئيسية أو المواطنين في كل من هذه الدول وده بدأت هذه النزعة تتزايد بشكل كبير في الداخل مما جعل أنه ليس هناك توجه من قبل الناخب الأوروبي إلا التوجه إلى اليمين المتطرف اللي هو بيسعى وبكل قوة إلى استغلال هذه القضية لتحقيق أكبر المكاسب الممكنة من خلال أنه يقول في شكل واضح أنه يرغب في تفكيك ما يخص اللاجئين وما يخص المهاجرين كل يعني يبحث عن مصالحه وإحنا في انتظار من هم خارج هذه الصراعات في انتظار كيف سيتعامل العالم مع هذه التغيرات أو كيف سيكون شكل العالم مع هذه التغيرات ده اللي هنعرفه برضو ومكملين فيه مع ضيوفي ولكن بعد الفاصل مشاهدي أهلا بحضراتكم من جديد وبنعود في فقرتنا الرئاسية أرحب بضيوفي المنورين في الاستوديو دكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية أهلا بحضراتكم دكتور مرة تانية ودكتور هاني سليمان خبير الشأن الإيراني أهلا بحضراتكم كنا بنتكلم قبل الفاصل ومستمرين في الحديث عن شكل العالم بعد الانتخابات في أوروبا وصعود الإصلاحيين في إيران كيف سيكون شكل العالم وكيف سيؤثر على المنطقة خلينا نبدأ بدكتور حامد ولو قلنا في نقاط محددة ما هي الأسباب وراء صعود اليمين الأوروبي طبعا من يتابع الشعوب الأوروبية فيه سخط كبير جدا وفقدان ثقة بشكل قاطع في أساس الأوروبيين على كافة الدول وده لو حضرتك خدت بال سيادتك تصرحات رئيس وصراء بريطانيا الجديد قال بلنا سنعيد الثقة مرة أخرى للسياسيين أو ثقة الشعب في السياسيين الكل يتكلم عن الداخل أصبحت هناك اللغة القومية السائدة في الكثير من هذه الدول ولكن من أخطر القضايا اللي أصرت بشكل مباشر على صعود اليمين المتطرف في أوروبا قصرت الأزمات سواء على المستوى السياسة الخارجية أو حتى الأزمات الداخلية على مستوى السياسة الخارجية قول هذه القضايا اللي أصرت بشكل مباشر الحرب الروسية الأوكرانية تم تقديم ما لا يقل لأوكرانيا في العام الأول عن حوالي 150 مليار دولار لأوكرانيا سواء من الولايات المتحدة الأمريكية أو من الاتحاد الأوروبي وما زالت هناك يعني رغبة حقيقية لتقديم المزيد والمزيد للأوكرانيين من قبل الاتحاد الأوروبي بغض النظر عن الأزمات الاقتصادية داخل هذه الدول بغض النظر عن الأزمات اللي هي بتزيد العبء على الداخل بشكل متزايد وبتزيد العبء على المواطن يعني إحنا بنتحدث أن فيه أزمات متزايدة لم يستطع المواطن الأوروبي أن يعيش في هذه الأزمات بشكل متراط مش متعود أنه يعيش في أزمات كبيرة بالضبط عدم التعود ده نتج نتيجة أن هذه الأزمات أصبحت تمثل ضغطا رئيسيا قطاع الطاقة يعني على سبيل المثال إحنا بنتحدث عن التضخم التضخم في بريطانيا على سبيل الرغم أنها خرجت من الاتحاد الأوروبي ولكن دولة أوروبية وما زالت مؤثرة في محيطها بشكل كبير جدا حجم التضخم بالنسبة للسلعة الغذائية وصل إلى أكثر من 20% يعني أنت بتروح هناك ما بتشتريش الحاجة بالكيلو لا ده أنت بتشتريها بالوحدة تابعين أول بأننا فترة وده أثر بشكل كبير جدا بالإضافة أيضا إلى أن أكثر من 25% من الرواتب بتدفع لي فواتير القهرباء بالإضافة أيضا إلى ما يخص دافع الضرائب دافع الضرائب من المفترض أن يتم توجيه هذه المبالغ إلى الداخل الأوروبي بشكل كبير جدا لتقديم خدمات لهذه الشعوب ولكن تم تحصيص هذه المبالغ لدعم أوكرانيا في مواجهة روسيا المواطن الأوروبي بيقول ما هو العائد علينا من استمرار الدعم اللي محدود لأوكرانيا على سبيل المثال الرئيس الفرنسي عندما صرح بشكل واضح من أنه سيقوم بتقديم الدعم المادي أو حتى إرسال سلاح أو إرسال جنود لأوكرانيا للحرب ضد روسيا كان فيه صخط وغضب عارم في الداخل الفرنسي بشكل كبير جدا وقالوا أن مكروم بيجر فرنسا لحرب عالمية ثالثة وبتكون فرنسا في هذه الحرب هي رأس الحربة وده أثر بشكل كبير جدا وبالتالي اليمين المتطرف الآن بدأ يتوحد وبدأ يتحرق لأن يكون هناك تحرقات إيجابية بالإضافة لملف رئيسي الملف الهجرة غير الشرعية ده بيؤثر بشكل كبير جدا يعني برضو أول قرار خده رئيس وزراء بريطانيا كانت من المفترض أن تقوم بريطانيا بإرسال المهاجرين واللاجئين إلى رواندا ولكن قام بإلغاء وأخذ بعض القرارات السريعة وده اندل على شيء دول لأن فيه أزمات مركبة وأصبح اللاجئين يمثلوا عبء سقيل كان فيه أيضا يعني خطة موضوعة من الاتحاد الأوروبي لوضع هؤلاء المهاجرين على حدود الاتحاد الأوروبي وبحث طلباتهم طلبات الهجرة واللجوء ومن يصلح يدخل ومن لا يصلح يتم إعادته مرة أخرى وده تم رفضه وبالتالي كل هذه الأزمات وأصبح من المستحيل العمل عليه دلوقتي مع صعود اليمين مع صعود اليمين وبالتالي أصبح اليمين المتطرف الآن يرفض الكثير من سياسات الاتحاد الأوروبي أصبح الكثير من الدول الأوروبية لديها علاقات جيدة مع الدولة الروسية ولا ترغب في إفساد هذه العلاقات أكثر من ذلك لأن فيه مصالح مركبة بين الكثير من الاقتصاديات في أوروبا وما بين روسيا وبالأخص في قطاع النفط والغاز والطاقة وده أمور رئيسية بالإضافة أيضا أن ألمانيا خسرت حوالي 11.4 مليار دولار لعدم تفعيل خط نوردستريم 2 وده برضو أثر بشكل كبير جدا وسبب أزمة كبيرة في الداخل الأوروبي باعتبار أن ألمانيا كانت هي المحطة الرئيسية لتوزيع هذه الأشياء على باقي الدول الأوروبي حضرت كده الموضوع محصور في الحرب الروسية الأوكرانية والأوضاع الاقتصادية المترضية نتيجة أيضا والهبر والزادة وكل ده برضو هنربطه يتربط بحرب الروسية الأوكرانية لكن الأمر سيصل إلى تفاكل حد الأوروبي ممكن ولا ممكن تغيير سياسات وعادة النظر وتحديدا إذا انتخابات الأمريكية أصفرت عن نتائج غير متوقعة الخطوة الأكبر والتي ستكون كارثية في حالة حدوث صدم إتيان ترامب اللي رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية وده نقطة مهمة جدا حضرتك أسرطها أستاذ يوسف لأن لو أتى ترامب هو قال بالحرف الواحد أن على دول الاتحاد الأوروبي أن تدفع مقابل الحماية وطلب بأن يتم دفع لكل دولة من حلف النيفو 2% من الناتج المحل المالي يعني هيصر على نفس الأوروبي يعتبر أنه هو رجل اقتصاد وبيحاول يكسب من أي شيء طب خلينا أخذ من الدكتور حامد أقول له حضرتك ماذا لو صعد ترامب مع الإصلاحيين في إيران بالتأكيد يعني هيعود نفس الخط من التعقيد هو تحدث وأقال لو كنت موجود لم يكن ليحدث ما حدث فيه بالنسبة للوضع في غزة وأيضا فيما يتعلق بالتصعيد الإيراني فيما يتعلق بالملف النووي وزيادة عدد الأجهزة التارد المركزي ونسبة التخصيب والضرب بعرض الحالة الكافة التعليمات الخاصة لوكالة الدولية ورفعيل جروس فيما يتعلق بالرقابة أو الإفساح عن معلومات فيما يتعلق بسلاس مواقع تم رصد فيهم أنشطة انشطارية غير معلومة وغيرها من الإجراءات الإيرانية حتى لهجة النظام الإيراني في تحدي إدارة جو باين في الحقيقة هو سياسته مرتعشة ولم يكن يملك استراتيجية في أي من الملفات التي تعاطى معها وبالتالي أنا شايف أنه يمكن مع مجيء ترامب الأمور قد تفضي إلى نوع من التشدد وسيكون على مسعود بزشكيان إدارة هذه المسألة أن يقنع الأصوليين المرشد والحرس واجهزة الدولة والنظام الإيراني بمساحة للتهداءة مع الغرب والولايات المتحدة الأمريكية وفي المقابل هو سيجد ترامب في مواجهته بنفس تصرحاته ونفس أدوات التشدد ولهجته اللي يمكن فيها نوع من التشدد والتصعيد مع الجانب الإيراني فأنا شايف أنه يمكن هناك خط من التفاعل لكن في نفس الوقت الأمور على مستوى الواقع بتدخلنا في نفق مظلم هو ده اللي أنا عايز أختم به الفقرة أو الحلقة عموما في ظل اللي حضراتكم قلتوه دلوقتي هو سؤالها واجه لحضراتكم وفي إجابة نتفائل أم نترقب أم نخاف هنعمل إيه يعني عايز أقول إن إحنا علينا الترقب والتفاعل دايما موجود لكن بعيدا عن العاطفية يجب أن يكون هناك حذر كل دولة معنية بإدارة مصالحها وفهم وهندسة مصالحها وفهم التحديات المحيطة بها ووضع جملة من السيناريوهات للتعاطي مع كل أمر محتمى استباقي طبعا في ظن وتقديره ده قولا واحدا إن في حالة من الهلع لدى الكثير من شعوب العالم هناك خوف كبير جدا حجم الصراعات زاد في الدول من حوالي 67 دولة ليصبح 95 دولة بها صراعات قصرة هذه الصراعات هو من سيؤدي إلى تفكيك النظام الدولي الدولة وتفكيك النظام الدولي بشكل عامل يعني نترقب نترقب نتفائل بحضر أنا بشكرك جدا ضيوفي بشكركم من دكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية شرفتين ونورتيني دكتور هاني سليمان خبير الشأن اللي أنا بشكرا جزيلا بحضر شكرا جزيلا